شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين مؤكدا أن الحكومة تعمل بمنتهي الجدية لدعم قطاع ريادة الأعمال وخلال لقاء موسع مع أصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال على هامش مشاركته في قمة رايزاب وجه رئيس الوزراء الدعوة إلى رواد الأعمال لمشاركة رؤيتهم مع الحكومة حول تذليل العقبات في صورة وثيقة واضحة تتضمن الحوافز والإجراءات المطلوبة لضمان انطلاق هذا القطاع بصورة كبيرة وسيتم اتخاذ قرارات فورية بشأنها مضيفا أنه أمام ممثل هذا القطاع فرصة ذهبية للخروج بورقة عمل واضحة تتضمن خطة بما هو مطلوب من الدولة من أجل انطلاقة القطاع في مصر